بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعزائي الطلاب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أرحب بكم في خدمة دروس درسنا لهذا اليوم بعنوان الانتماع إلى المذاهب الإلحادية والأحزاب سنتعلم في هذا اليوم بإذن الله تعالى على حكم الانتماع إلى المذاهب الإلحادية والأحزاب والفرق الضال وسنتعرف على أسماء من أسماء المذاهب الإلحادية وسنتعرف على أثر الحزبيات وأضرارها على وحدة الأمة وسنعرف حكم الانتماع للوطن والقبيلة أولا حكم الانتماع إلى المذاهب الإلحادية والأحزاب والفرق الضال الانتماء إلى المذاهب الإلحادية مع الاعتقاد بأصولها المخالفة للدين كالشيوعية والعلمانية والرأسمالية ونحوها ردة عن دين الإسلام وقد أمرنا الله بالانتماء للمؤمنين قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين أسماء المذاهب الإلحادية المذاهب الإلحادية كثيرة منها الشيوعية ومنها العلمانية ومنها القومية ومنها البعث ومنها الرأسمالية ومنها الماسونية ومنها الديمقراطية ومنها اللبرالية وغيرها كثير إلا أن هذا هو المشتهر في هذا الزمن أثر الحزبيات وأضرارها على وحدة الأمة الأصل أن المسلمين أمة واحدة كما أخبر الله عز وجل قال تعالى إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون فلا يجوز أن يتفرق المسلمون تحت شعارات حزبية أو عصبية أو مادية أو غيرها ولو تسمت بالإسلام فيعادي بعضهم بعضا ولا يوالي أحدهم ولا يحب إلا من كان منتميا إلى حزبه أو جماعته فتراه يستبيح غيبة مخالفه ويسيء الظن به ولا شك أن ذلك مما نهى الله عنه في قوله عز وجل اعتصموا بحذر الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداءا فألف بين قلوبكم فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون فمن آثار الحزبيات على وحدة الأمة أولا أنها تذهب ريح المسلمين ويطمع فيهم عدوهم ثانيا تضعف شوكة المسلمين ثالثا تختلف كلمتهم رابعا تتبدد طاقاتهم خامسا تتفرق صفوفهم سادسا يضعف ولاء بعضهم لبعض سابعا رفض الحق الذي مع الآخرين كحال أهل الجاهلية الذين رفضوا الحق الذي جاءهم به رسول الله صلى الله عليه وسلم تعصبا لما عليه آباؤهم ننتقل بعد ذلك عزائي الطلاب إلى حكم الانتماء للوطن والقبيلة انتماء المسلم لبلده وقومه وحبه لهم وولائه ونصيحته لهم واجتهاده فيما ينفعهم ويحقق اجتماع كلمتهم هذا حكمه جائز فهو أمر فطري لا يتنافى مع حبه لإخوانه المسلمين في أنحاء الأرض ولا يهدر حقوق الأخوة الإسلامية بينه وبين المسلمين قاطبة إذا لم يكن فيه ظلم أو تعد أو تفريط أما إن كان الانتماء للوطن أو القبيلة أو الحزب يدعو إلى التعصب لها مما يؤدي إلى التفريق بين المسلمين فلا يجوز لأن الإسلام يرفض العصبيات والنعرات الجاهلية قال تعالى يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أدخاكم إن الله عليم خبير وقال صلى الله عليه وسلم ومن قاتل تحت راية عمية يغضب لعصبة أو يدعو إلى عصبة أو ينصر عصبة فقتل فقتلة جاهلية قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله اعلم أن النداء بالروابط العصبية لا يجوز لإجماع المسلمين على أن المسلم لا يجوز له الدعاء بياء لبني فلان ونحوها وقد ثبت في صحيح البخاري من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في تلك الدعوة دعوها فإنها منتنة وقوله صلى الله عليه وسلم دعوها يدل على وجوب تركها لأن صيغة أفعل للوجوب إلا لدليل صارف عنه وليس هنا دليل صارف عنه ويؤكد ذلك تعليله الأمر بتركها بأنها منتنة وما صرح النبي صلى الله عليه وسلم بالأمر بتركه وأنه منتن لا يجوز لأحد تعاطيه وإنما الواجب على المسلمين النداء برابطة الإسلام التي هي من شدة قوتها تجعل المجتمع الإسلامي كله كأنه جسد إنسان واحد فهي تربطك بأخيك المسلم كربط أعضائك بعضها ببعض قال صلى الله عليه وسلم إن مثل المؤمنين في تراحمهم وتوادهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى وإذا تأملت قوله تعالى إذا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون يوادون من حد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم تحققت أن الروابط النسبية تتلاشى مع الروابط الإسلامية وقد قال تعالى إنما المؤمنون إخوه وقال تعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض ولا يخف أن أسلاثنا معاشر المسلمين إنما فتحوا البلاد ومصروا الأمصار بالرابطة الإسلامية لا بروابط عصبية بأواصر نسبية ذكر ذلك في كتابه أضواء البيان رحمه الله ختاما عزيز الطالب هذا ملخص لما تعلمناه في هذا الدرس عرفنا فيه حكم الانتماء للمذاهب الإلحادية وعرفنا أسماء المذاهب الإلحادية وعرفنا أثر الحزبيات على وحدة الأمة وعرفنا حكم الانتماء للوطن والقبيلة مع تمنياتي لكم بدوام التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته